أول إشي فيه إشي اسمه بيزنس كونتينيوتي بلان و تيم يعني فريق الاستمرارية الاقتصادية أنا عضو فيه مع معالي وزير العمل يرأسه ومعالي الدكتور طارق الحمول بدأنا اجتماعات أول شيء يعني الحقيقة الفريق منام جهد هائل تصنيف القطاعات أولويتها أليت عملها الشروط الصحية يعني لغاية مبارح كنا يعني وزارة العمل كانوا عاملين 18 دليل لكل جهة يعني الصيدلي شو بده المصانع شو بدها الحلاق شو لازم الدكانجي أو السوبر ماركتات اجتمعنا لجنة الأوبئة يعني أنا كنت من البداية أضغط لأنه أنا طبيب وبعرف الموضوع اجتمعت مرتين معهم دايما كانوا يأخرون شوي بجوز مشان ننجز القطاعات الأخرى أكثر وفي النهاية كان اجتماع للجنة مع لجنة الأوبئة وكان في طلب أنه نفتح جوز الأحد الماضي لكن تم تأخيرها لأنه طلع تقريرين من منظمة الصحة العالمية ومن عدة تقارير أنه أكثر ما كان بنتشر في الكورونا هو عيادات الأطباء وخاصة عيادات أطباء الأسنان لذلك اشتغلنا هذا الأسبوع نحن ولجنة الأوبئة وتركون الساعة ستة مساء بس لهذا الاجتماع عطينا دليل الأمان وشو لازم يعمل الطبيب وطبيب الأسنان بهمنا نحمي تصور طبيب الأسنان يعني الرذاذ هذا يطلع عليه ويجي واحد ثاني إذا هذا معه كورونا 100% المريض الثاني رح يصاب من شان هيك وبالتعاون مع نقابة أطباء الأسنان ونقابة الأطباء تم وضع دليل عملياتي كويس يحمي الطبيب والمريض وبكرة ساعة ستة رح يعطونا أوكي بعدما يدرسوها لجنة السلام المهنية في وزارة العمل وبتأمل أنه بكرة أو بعده في الكثير نعلن متى ستفتح العيادات وعيادات الأسنان وفي موافقة من وزارة الصحة ومن اللجنة الوطنية للأوبية على فتح العيادات وعيادات الأسنان لكن التوقيت هل سيكون يوم الأحد أو يوم الأثنان القادم إن شاء الله يعني مبدئياً طبعاً سؤال اللواء صالح العجلية عن طريق شقيقه أنا بعتلي وبنوجه له تحية من خلال هذا البرنامج وهو بيحييك وبيبون على هذا الجهد وابن دوفيتي وأنا وياه يعني يخرجين طب في سياق نفس سؤال الدكتور دكت تتحملني شوي أنا بعيداً عن طب الآن بسألكم محامي طب يعني إذا إحنا خايفين من فرق بتتابعه البخالف معايير الصحية الموجودة وخاصة الدليل التاسع اللي تم عرضه على المنصات بتم إغلاقه إذا سمعت اليوم تم إغلاق العديد من المنشآت يعني أنا قصدي أن الطبيب الأسنان بتعامل مع مريض واحد حتى الطبيب حتى الطبيب هلا يا سيدي يعني في غرفة الانتظار قديش لازم يكون الطبيب شو لازم يكون لابس لقلفز يعقم قديش شو فيه معقمات شو فيه الإبلاغ عن الحالات إذا صارت حالة مشكوكة يعني فيها مين يبلغ مين يساوي يعني خليني أحكي لك يعني هاي الجائحة خلتنا نحط معايير وبروتوكولات ودلاء العمل ما كنا يعني حتى أنت هون هي حطين مواد معقمة هون ورف التعقيم تحت بالتابع تحت مرشة هاي ما كانت عندنا قبل شهرين مظبوط ولا كنا نحلم تكون موجود ما كناش محدش نبلش السهرة على الثمانية تسعة الناس يقول لك جاي عليك الساعة تسعة تعليلة تعليلة هلا بنقعد على البيت يعني تغيرنا كثير وويش بشهرين يعني من خمستاش ثلاثة أو من عشرة ثلاثة لما بدأت إجراءاتنا تشد شوي يعني أنت بتحكي قبل أربعين يوم بس تغيرنا وان هندرت برسنت كأنه زمان كنا نسلم ونروح ونسر ونأرقل وشغلات ونمنع وهذا كلها تنتهى ترجمة نانسي قنقر